أهلا وسهلا بكم في قناتكم English Easy Learning زي ما تعودتم مننا بنقدم لكم كل جديد ومختلف فيديو النهاردة مختلف المختلف آخر ليفل في الاختلاف إزاي تتخانق بالإنجليزي؟ عمرك سمعتها في حتة قبل كده؟ إيه الكلمات والجمل اللي هتحتاجها لقدر الله يعني لو تخانقت؟ اسمعوا وركزوا وكشروا واستنون دي تقولها لما تكون عايز تقول لحد ابعد أو ما تقربش شرب يعني اسكت يعني تركني الحالي أو سبني دي لما تدخني بقى من حد وتقوله اسكت تخلي لثانك جوا بقك I'm gonna beat you black and blue I'm gonna beat you black and blue يعني أنا هضرابك لحد ما يبقى فيه اسود وأزرق حوالين عينك I'm gonna knock the light I'm gonna knock the light تكشف دي معناها ان انت تضرب حد لدرجة ان يعني تنور It's over It's over يعني الموضوع انتهى Tate for tat جملة غريبة شوية بس هي مصطلح عامي معناها العين بالعين I'm gonna put you down I'm gonna put you down يعني هتراحك أرضا Stay away Stay away و Keep away اللي اتنين نفس المعنى معناها ابقى بعيدا أو خليك واقف مكانك متقربش Shame on you Shame on you يعني اغجل من نفسك أو عار عليك Don't force me to do that Don't force me to do that يعني ما تجبرنيش أو ما تخلنيش أعمل كده Behave please Behave please يعني تأدب أو رائب سلوكك أو خليك حسن السلوك What's your language What's your language يعني رائب كلامك أو خلي بالك من كلامك Shut your mouth Shut your mouth يعني اسكت أو ما تتكلمش I'm sick of it I'm sick of it يعني انا ذهقت من الموضوع أو مليت You are selfish You are selfish يعني انت أناني Don't make me angry Don't make me angry يعني ما تخلنيش أغضب أو ما تخلنيش أنفعل You are pathetic You are pathetic يعني انت مسير للشفقة Don't blame me Don't blame me يعني ما تلومنيش أو مش أنا الغلطانة I can't pretend anymore I can't pretend anymore ما أقدرش أدعي أكتر من كده It's your fault It's your fault غلطتك I want to break up I want to break up أنا عايزة أنفصل I swear to God I swear to God يعني زي أقسم بالله كده عندنا Get out of here right now Get out of here right now يعني أخرج من هنا حالة خلص الدرس بتاعنا إن شاء الله ما تحتاجوش للكلام اللي احنا قلنا ده كله وبس برضو الأمر ما إسلمش يكون عندكم خلفية بيهم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واستنونا في فيديو جديد قريب إن شاء الله